الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله من القواعد الشرعية العظيمة التي ذكرها ربنا في كتابه هل جزاء الإحسان إلا الإحسان وقال للذين أحسنوا الحسنى وزيادة وقال النبي صلى الله عليه وسلم أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة والجزاء عند الله من جنس العمل كما قال تعالى جزاء من ربك عطاء حساب وقال جزاء وفاقة وقال عليه الصلاة والسلام إن الخير لا يأتي إلا بالخير إذن الذي يحسن هنا سيلقى حسنا هناك ومن يعمل سوءا يجز به الذي يسيء هنا يلقى سوءا هناك إلا أن يتغمده الله برحمته الجزاء يماثل العمل في الخير والشر من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته من ضر مسلما ضر الله به من شاقه شاق الله عليه من خذل مسلما في موضع يحب نصرته فيه خذله الله في موضع يحب نصرته فيه من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا إذا كان هذا في الشر في الخير من سترى مسلما ستره الله من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة من نفس عن مؤمن كرب من كرب الدنيا نفس الله عنه كرب من كرب يوم القيامة من أقال نادما أقاله الله عثرته من أنفق في الخير ينفق عليه من عفى عن حقه عفى الله عنه وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور الرحيم من أحسن إلى خلق الله أحسن الله إليه من جاد على عباد الله جاد الله عليه من نصر أمر الله وشرعه وسنة نصره الله يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم يعني في الدنيا وفي الآخرة من وصل صفا وصله الله من وصل رحما وصله الله من توضع لله رفعه الله ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء من عامل الناس كما يحب عامله الله بما يحب الله عز وجل شكور يضاعف الحسن إلى عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف لأضعاف كثيرة سليمان عليه السلام لما شغلته الخيل عن الصلاة فطفق مسحا بالسوق والأعناق أعاضه الله بالريح أسرع من الخيل وآمن من الخيل تنقله وجنوده إقلاعا وهبوطا ريح طيب لينة تجري بأمره رخاء حيث أصاب ما في مطبات جوية ولا مفقودات تجري بأمره رخاء لينة طيبة حيث أصاب لما ترك الصحابة ديارهم وأوطانهم في الهجرة من مكة إلى المدينة ومن بقية الأماكن إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم عوضهم الله أن فتح لهم الدنيا وفارس والروم لما تحمل يوسف الصديق ضيق الصجن في ذات الله مكنه الله من أرض مصر كلها من لك أو إياها يتبوأ منها حيث يشاء لما بذل الشهداء أبدانهم وأرواحهم لله فمزق الأعداء تلك الأبدان أعاضهم الله طيرا خضرا فيها أرواحهم ترذ أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش وهكذا لما بذل رسل الله أعراضهم لأعدائهم في الدعوة سبوهم وشتموهم صبروا ما أصعب أن يقال عن المؤمن خائن ما أصعب أن يقال عن الأمين خائن وعن الصادق كاذب وعن العاقل مجنون وقالوا عنه ساحر وشاعر وبه جنة أعاض الله أنبياء بأطيب الثناء في سماواته ورفعهم مكانا علية وأخلصهم بخالصة ذكر الدار واجعل لسان صدق في الآخرين فجعل الله من يثني عليهم في الدنيا في الآخرة فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين يا إخواني من صدق الله صدقه الله جاء رجل من الأعراب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه ثم قال أهاجر معك فأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه يعني أن يرعاه فلما كانت غزوة غنم النبي صلى الله عليه وسلم سبيا فقسم وقسم له فأعطى النبي عليه الصلاة والسلام أصحاب الأعراب بما قسم له وكان يرعى ظهوء ظهرهم الأعراب كان يرعى دوابهم في ذلك الوقت كان مشغولا فلما جاء دفعوه إليه قال ما هذا قالوا قسم قسمه لك النبي عليه الصلاة والسلام فأخذ فجاء به النبي عليه الصلاة والسلام قال ما هذا قال قسمته لك قال ما على هذا اتبعتك ولكني اتبعتك على أن أرمى إلها هنا بسهم فأموت فأدخل الجنة فقال إن تصدق الله يصدقك فنبثوا قليلا ثم نهضوا في قتال العدو فأتي به النبي عليه الصلاة والسلام يحمل قد أصابه سهم حيث أشار بعد المعركة فقال النبي عليه الصلاة والسلام أهو هو قالوا نعم قال صدق الله فصدقه رواه النساء وحديث صحيح قال أبو حاتم الرازي للإمام أحمد كيف نجوت من سيف الواثق وعصى المعتصم قال يا أبو حاتم لو وضع الصدق على جرح برأ يعني نجوت بالصدق صدقت الله فصدقني من ذكر الله ذكره فاذكروني أذكركم إن ذكرني في نفسه ذكرت في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرت في ملأ خير منهم رواه البخاري مسلم أي شرف أعظم من أن يذكرك الله في نفسه وأن يذكرك عند ملائكته والنبيين والصدقين والشهداء والصالحين من كان في حاجة أخي كان الله في حاجته من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة من سترى مسلم ستره الله يوم القيامة سواء سترى حسيا من عري الجسد أو سترى معنويا فلم يفضحه بعيب أو ذنب أسر به والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا أن من ترك شيئا لله عوّضه الله خيرا منه الجزاء من جنس العمل يا من غدا من الذنوب في خجل وخائفا من الخطايا والزلل ارحم جميع الخلق وارجوا رحمة فإنما الجزاء من جنس العمل قال الله في الحديث القدسي أنفق يا ابن آدم أنفق عليك بينما رجل بفلات من الأرض فسمع صوتا في سحابة كأن الملك يأمر السحابة إسقي حديقة فلان يعني بستان شخص معين هذا سمع اسما في السماء ينطق إسقي حديقة فلان حفظ الاسم هذا وهو ينظر إلى السحابة فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة أرض ذات حجارة سوداء فإذا شرجه يعني مسيل ماء من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله تبع السحابة وصار الماء يسيل إلى مكان معين فتتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحات الماء الواصل الآن فقال يا عبد الله ما اسمك قال فلان للاسم الذي سمع في السحابة صاحب البستان يقول للسائل يا عبد الله لماذا تسألوني عن اسمي قال إني سمعت صوتا في السحاب أنا قبل قليل ماشي في الفراء سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماءه يقول اسقي حديقة فلان لسمك نفس الاسم أنت اسمك فما تصنع فيها قال أما إذا قلت هذا يعني أما إذا كشف الله ما ما كنت أخفيه فإني أنظر إلى ما يخرج منها من البستان هذا من الثمار فأتصدق بثلثه وأكل أنا وعياري ثلثا وأرد فيها الثلث يعني في البذر والحرث ونفقات المزرعة رواه مسلم إذن الصدق بثلث الدخل وخصوصا أهل الغنى المقتدرين شوف أجره كيف ولذلك الأغنياء من السلف كان ما يعده يعطون بلا عد كان عبد الله مبارك يلوم خادمة إذا عد الدراهم قبل أن يعطيها السائل ويقول أحث لهم حثوان أغرف لا تعد قيل للحسن بن ساهل رحمه الله وكان كثير العطاء والإنفاق مع شدة حاجته وعنده عيال فواحد نصحه وقال ليس في السرف خير يعني الإسراف ما في خير كيف رأي رد عليه قال ليس في الخير سرف ذاك يقول ليس في السرف خير فقال ليس في الخير سرف الإنفاق ما في إسراف أنفق أعطي من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة لكن شتان بين بيت هذا والبيت اليضي في الجنة وهكذا من ساهم في بناء مسجد ولو بالاستشارة ولو بالخبرة ولو بالمتابعة والمراقبة قالوا في واحد من زمان أيام المساجد كانت أبنى بالطين أراد أن يبني مسجد فوكل ولده بمتابعة أمور المسجد من زمان من مساجد الطين مرت عجوز وشافت الوضع فصنعت زنابيل من الخوص زنابيل وجاءت بها حطتها عند هؤلاء وهم يبنون قالت حتى تنقلوا فيها الطين تنقلوا أنتم تطلعوا للمأل البناء حطتها وراحت بعد ما بني المسجد حدثني بالقصة واحد من كبار السن قال اللي بنى المسجد شاف في المنام أن له بيتا قصرا عظيما يعني في الجنة ووجد مقابله قصرا آخر في المنام يسأل ذاك قصر هذا إيش؟ قالوا هذا قصرك بالمسجد الذي بنيته قالوا هذا قصر من؟ قال هذا قصر العجوز وقام من النوم من العجوز راح يسأل ولده يقول يا ولدي أنا تكفلت بالمسجد من إله من اللي ساهم؟ في أحد ساهم معنا؟ قال لا قال تذكر في أحد شارك معنا في دفع في أحد دفع شيء قال ما في أحد دفع شيء قال إيش العجوز عجوز عجوز فالولد تذكر قال أيوة ما في إلا عجوز جاءت راح تصنعت زنابيل من خوص وجاءت حطتها عندنا ونحن نبني قالت هذه عشان تنقروا الطين تطلعوا عليها اللي يضع حيلته في الشيء خرص هذا اللي عنده هذا اللي عنده هذه حيلتي يا رب الله يعطي الله كريم كريم الله شكور الذي يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ويجعل له من أمره يسرى لأن تقوى الله تحتاج مجاهدة واحد على شخص يعمل الواجبات ويترك المحرمات هو هذا جهاد نفس من غض بصره عن الحرام رزقه الله بصيرة إذا واحد غض بصره عن الحرام الله يكافئ بأن ينور قلبه بالبصيرة البصيرة بصيرة يميز فيها بين الحق والباطل والسنة والبدعة والشبهة فإن قلت من أين أقول تعال معي إلى سورة النور وانظر إلى ترتيب الآيات قل للمؤمنين يغض من أبصارهم ويحفظ فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ثم قال الله بعدها الله نور السماوات والأرض مثل نوره يعني في قلب عبد المؤمن كمثل مشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب ذري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء هذا النور الله في قلب المؤمن هو البصيرة هذا له علاقة بغض البصر هل تعرفون من يفسح للناس في المجلس أنت لما تكون في المجلس وتنزوي وتضيق على نفسك من أجل أخيك المسلم إيش ممكن يكون لك عند الله إذا فسحت لأخيك في المجلس يفسح الله لك في صدرك وفي رزقك وفي قبرك وفي الجنة قال الله يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا النتيجة يفسح الله لكم يفسح لك في كل شيء يفسح في صدرك ما يضيق يفسح لك في رزقك ما تضيق عليك في قبرك في الجنة وإذا نظرت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا الله كريم اللي تجاوز عن الناس الله يتجاوز عنه النبي عليه الصلاة والسلام حدثنا حديثا عجيبا قال إن رجلا كان في من كان قبلكم أتاه الملك ليقبض روحه فقيل له هل عملت من خير قال ما أعلم قيل له أنظر فكر فكر قال ما أعلم شيئا غير أني كنت أبايع الناس في الدنيا وأجازيهم أتقاض حقي منهم فأنظر الموسر يعني أؤخر له الغني وأتجاوز عن الموسر أسامحه وأسقط الدين الله عز وجل ماذا قال للملائكة أنا أحق بالتجاوز تجاوز عنه فأدخله الله الجنة الحديث يقول فأدخله الله الجنة رواب خاري مسلم من سر أن ينجيه الله من كرة بيوم القيامة فلينفس عن المعسر من عفى عند المقدرة عفى الله عنه من حمد على فقد الولد أسكن الله بيت الحمد إذا مات ولد العبد قال الله لملائكة قبضتم ولد عبدي فيقولون نعم فيقول قبضتم ثمرة فؤاده فيقولون نعم فيقول ماذا قال عبدي فيقولون حمدك واسترجع قال الحمد لله إن لله وإن عليه راجعون قال الله ابنوا لعبدي بيتاً في الجنة وسموه بيت الحمد إذا واحد قام في الليل وأخفى عن الناس عمله استتر بظلام الليل صلاةً لله ماذا يحصل تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعاً ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين ما أخفى عبادته في الليل أخفى الله له مفاجأة عظيمة سارة جليلة فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون قاموا في الليل قانت أناء الليل ساجداً وقائماً يحذر الآخر يرجو حمد ربه وبعدين بالأسحار هم يستغفرون بعض صلاة الفجر ما أعظم ما أعظم الجزاء ما أعظم الجزاء ما أعظم الجزاء يا أخوان نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا وأن ينفعنا وإياكم بهدي كتابه وأن يحسن خاتمتنا استودعكم الله موسيقى موسيقى